هل حانم يعاد معركة قضائية بين دونالد ترامب ودجو بايدن بصيغة أخرى هل يمكن للسباق الانتخابي أن ينتقل من الصندوق إلى القضاء ثم تمفارقات تعيد الحديث مرة أخرى عن النظام الانتخابي الأمريكي سنحاول المزج بين ما هو حالي وما قد مضى عليه الزمن وتلك الهزات الشديدة التي تعرضت لها الآلية الانتخابية قد يكون النسق الديمقراطي في الولايات المتحدة شاهدا على عدة ارتجاجات انتخابية لعل أشهرها أحداث انتخابات 1860 التي فاز بها إبراهام لينغ كولين وكانت السبب المباشر لاندلاع الحرب الأهلية الأمريكية وهناك زمن آخر ليس ببعيد حين انتظر الأمريكيون 36 يوم لمعرفة رئيسهم الجديد سنة 2000 بعد معركة قضائية بين جورج دابلي بوش وخصمه الديمقراطي آل جور والخلاف على الأصوات والتشكيك بأصوات ولاية فلوريدا لكن المحكمة العليا فاصلت الأمر وقالت مقولتها الشهيرة لم نعرف على الأرجح هوية الفائز لكن هوية الخاسر واضحة جدا وهي ثقة البلاد في قضائها هل يعيد التاريخ الانتخابي الأمريكي المشهد مرة أخرى سنة 2020 وتلك بوادر أزمة دستورية حول الآلية المعمول بها فبينما يستعد جو بايدن لتشكيل فريقه الانتقالي لاستلام زمام السلطة تسارع رئيسة الخدمات العامة لعدم التوقيع على الأوراق الرسمية التي تمنع من خلالها دخول بايدن وفريقه للعملية الانتقالية بشكل سلس بات من الواضح أن ترامب ينعطف بالمسألة الانتخابية إلى مسار المواجهة القضائية وقالت صحيفة واشنطن بوست أن ترامب ينوي حجد أنصاره للطعن بنتائج الانتخابات ولفتت إلى أن حملة ترامب ستعلن عن فرق تتابع إعادة فرز ولاية جورجيا كان اللافت كذلك حديث بعض الجمهوريين ومن بينهم لانسي جرهام ووصف التصويت عبر البريد بأنه كابوس للجمهوريين دعين ترامب لعدم قبول الهزيمة قبل التحقيق القضائي ليلوح في الأفق بوادر معركة قضائية قد تحبس أنفاس الأمريكيين مرة أخرى لمعرفة النتائج الرسمية التي ستفصل بين الرجلين وهكذا لا تبدو أن النتائج التي أعلنتها وسائل الإعلام الأمريكية أنها محل رضا معظم الجمهوريين وخرج بعض أنصار ترامب رافضين هذه النتائج بشكل يدعو للقلق في بعض الأحيان على حد وصف بعض التقارير بإمكانك القول الآن إنها معركة الأصوات البريدية التي لم يقبل بها ترامب وفي هذه الحالة سيسعى الرجل ويسر على اللجوء إلى المحكمة العليا وكان ترامب قد استبق فوزه قبل إعلان النتائج بمنتهى ثقة فهل انتهت الانتخابات؟ وبدأت أزمة الصراع والاستعداء نحو الرئاسة الأمريكية